كلام عن النقط مهمة قوي في التشبيه ملخص الكلام كده يبقى انا عندي التشبيه المفصل المفصل يبقى معايا اربع اركان لقيت اربع اركان معايا التشبيه المجمل يبقى معايا تلت اركان مشبه ومشبه به مشبه ومشبه به والاداء او الواجه معايا البليغ يبقى معايا كم روكن اتنين المشبه والمشبه به فقط اللي هم روكنين الاسسيين طب هقول شوية حاجات مهمة قوي بتنسبة للتشبيه احنا قلنا الملاحظات المهمة رقم واحد ان وجه الشبه دا دايما بيكون في الغالب تمييز او جر ومجرور اده اول معلومة مهمة اوي ودايما تتأكد ان وجه الشبه صفة مشتركة من الطرفين المعلومة التانية ان لو لقابلك الكاف اعرف ان بعدها دايما المشبه به طب قابلني كأن كأن يبقى بعدها دايما المشبه تمام نقطة مهمة اوي انت كي كده مش هتطلق بط في الارقان العادية اكتر تشبيهين قربين من بعض هما تشبيه المجمل والتمثيلي دول اقرب اتنين لبعض طيب افرق بين التشبيه المجمل ازاي والتشبيه التمثيلي قال لي هتفرق بينهم بطراهم بشري اوي لو قدرت تفرض طرفين بطرفين يعني مثلا قلت محمد كالاسد ولقيت واجه الشبه مع قصد لقيت طرفين مفردين كده يبقى تشبيه مجمل مقدرتش ولقيتهم يقصد اتنين مشبه باتنين مشبه به يعني زي ما احنا قلنا في الفيديو اللي فات اليهود في عدم استفادتهم بالطورة كالحمار في عدم استفادته بالاصفار يبقى اعرف على طول انه ده تشبيه تمثيلي يبقى طرفين بطرفين تمثيلي طرف بطرف مجمل طيب النقطة الاهم برضو في التشبيه انت مش معتمد على معنى الكلمات اوي خليك في حاجات سوابت هتساعدك الكاف بعدها مشبه به كأن بعدها الايه بعدها المشبه طيب فيه نقطة كمان اللي هو السر الجمال بتقول التشخيص عينك على الطرف التاني لو كان المشبه به شخص انسان شخص المشبه به الطرف التاني يعني اللي بقول مثلا ايه الكتاب خير صديقي يبقى انا شبيهت الكتاب بالصديقي يبقى ده تشبيه بليغ ومعايا المشبه به شخص اللي هو صديق يبقى ده تشخيص طب افرض ان انا بقول صديقي صديقي مثلا كتاب مفتوح يبقى انا شبيهت الصديق بالكتاب يبقى تكسيم لين الطرف التاني هنا مشبه المشبه به شئ ايه شئ مادي طب يفرض ان الطرفين اللي تنين زي بعض المشبه ومشبه به زي بعض يبقى تشبيبه هنا ارسل الجمال التوضيع